طيب معنا المهندسة خولة مسلم مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة في دبل حصن مهندسة خولة السلام عليك ومساتش الله بالخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شحارت مهندسة خولة يا حياب براشد الله يحفظك أول شيء براشد نشكر جهودكم على نقل ملاحظات الأخ أحمد والعفو بالعكس الشكر لكم يزاكم الله خير على تفاعلكم الله يطول بعمرك وطبعا أنا سمعت شكوى الأخ أحمد أو شكوات ثلاثة سمعناها إن شاء الله وطبعا نحن ناخذها بعين الاعتبار وإن شاء الله سنقفر معاه إن شاء الله موضوع بيت أبو والأجار والتعويض وموضوع كذلك مستأجر ومحلات وخسر فيه بسبب إغلاق الشارع والشغل اللي صاير وموضوع كذلك أوقات العمل هاي الثلاث ملاحظات اللي كانت عنده أول شي أنا أتطرق طبعا ونقول أنه نحن عندنا مشروع أمر في سمو الحاكم الله يحفظه وطوله بعمرة مشروع تحسين الواجهات بالنسبة للمرضاني المطلع على كورنيش دبل حصن وهي عبارة عن طبعا في التطوير 43 بناية تطويرية طبعا حاليا تم تنفيذ حوالي 80% من 13 بناية هاي المهندسة خولة وصلتنا بعد الصور الحين ونتي تكلمين الآن وصلتنا من الأخوة في التخطيط زاهم الله خير ونتي تكلمين بعد ذلك نحن بنحط كذلك لقطات المشروع لتكلمين عنها تفضلي فيه اللي هي 13 بناية تطويرية طبعا فيها 80% نسبة للإنجاز نقدر نقول وعندنا كذلك حوالي بالنسبة تتراوح من 20 إلى 40% في الجدء الثاني اللي هي راح تكون حوالي 30 بناية ندخل في موضوع الأخ أحمد عنده طبعا ثلاث مواضيع أولا بخصوص السكن الخاص بوالده نحن قمنا بالتواصل معه نحن والجهات المعنية متمثلة في المجلس البلدي ومجلس الضواحي في دبل حصن تم توفير البدائلة التعويضية للمسكن القديم ونحن بانتظار مراجعته حيث تم التواصل معه عن طريق المجلس البلدي ونترية مراجعته لنا على أساس أن نحن نحط الخير بين البدائل اللي موجودة عندنا هذا فيما يتعلق بالبيت بيت والده بالبيت أيوة الحين أنتوا طالبتوا أنه يمر عليكم من خلال مجلس البلدي لكنه ظاهر ما وصل الموضوع لشيء فالحين تطالبون أن يمر عليكم حتى تحلون الإشكالي نحسم الموضوع كامل ونخلص مع موضوع التعويض طبعا نحن بدأ لنا موجودة سواء كان خسب رغبته وما يحب يكون التعويض البدائل قصد التعويضات أيوة بدائل التعويضات موجودة عندنا وبس يراجعنا في المكتب وإن شاء الله ظاله طيب نخلص للموضوع المكتب عندكم هناك في دبئ في دبئ الحصن ممتاز ممتاز طيب هذا بشأن البيت الموضوع الثاني بخصوص المحلات اللي هم أجرنها عندنا تم التنسيق كذلك بين مالك البناية طبعا أحمد بالنسبة لنا هو مستأجر عند مالك بناية فإحنا تم التواصل مع مالك البناية على أساس أننا نحدد له وين الموقع المناسب للمدخنة اللي تأثرت عنده في المشروعنا وتم تنبيه أو عرض الموضوع هذا كذلك على الأخ أحمد من خلال اتصالنا فيه والاتصال للجهات المختصة معه كذلك من البلدية والمجلس البلدي الموضوع التالي فبالتالي أنتم تعاملكم مع مالك البناية مالك البناية وليس المستأجر لكن في الحالة هذه المستأجر مهندسة خولة بعد التأثر يمكن على الاعتبار أنه هو صاحب المشروع التجاري يعني أحنا الكلام هذا وجهناه كذلك لمالك البناية أنه ينظر بطلبات الأخ أحمد وينقلها عن طريقة أهولنا أحنا فمالك البناية أحنا مع مالك البناية فهو المفروض يكلم مالك البناية ويرفع لنا الموضوع البناية لجمعية الشارقة الخيرية صحيح؟ لجمعية الشارقة الخيرية نعم نعم هذا الموضوع الثاني يبقى موضوع أوقات العمل أختي خوله أوقات العمل إحنا طبعا في البداية كانت أوقات العمل بالنسبة لنا مفتوحة لكن في الأوقات الأخيرة إحنا حددنا للمقاول فعليا عند أوقات يبدأ فيها العمل من الساعة السادسة يقول أربع الفجر حلذان بعدما أذن أربع الفجر طبعا أخوي إحنا منبهين المقاول أن مراعاة الناس في الأوقات هذه وتم تنبيه المقاول من قبلنا ومن قبل كذلك يزاهم الله خير شرط الدبل حصن بدء الأعمال من الساعة السادسة إلى الساعة التافعة مساء على أساس أن إيقاف الأعمال وبلغنا كذلك بلدية الدبل حصن مشكورة في الموضوع هذا وإحنا إن شاء الله متابعين مع المقاول ورح نشوف المقاول إن شاء الله بالإجراءات كذلك تم تنبيهها بالأمس المقاول في الموضوع هذا يعني الشكوة هذه وصلت لنا وتم تنبيه المقاول فيها يزاكم الله خير طيب إذا ألخص الحين للموضوعات هذه المسألة كلها متعلقة بمشروع أشوف الصور لو سمحت أخ تحسين واجهات تحسين واجهات دبل واللي حين نحن نحن نشوفها على الهواء مباشرة بنايات غاية في الجمال غاية في الروعة ألوانها مبهجة في الحقيقة أشكالها مبهجة هذه ستضفي جماليات كبيرة جدا على دبل الحصن على الزائرين وعلى حتى المقيمين وحتى أصحاب البلد لا شك أن مثل هذه المشاريع أثرت على بعض بعض العقارات القائمة من بينها بيت والد الأخ أحمد بن راشد وأنتم تقولون لأنه يتابعكم حتى تشوفوا للتعويض المناسب وتتفقوا معه على التعويض المناسب هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني موضوع العلاقة بينكم وبين المالك مباشرة وليس المستأجر فيما يتعلق ببعض التحسينات المطلوبة في العقار اللي هم أجرنا من عند جمعية الشارجة الخيرية وبعد نحن نقول إذا قدرتوا يزاكم الله خير تساعدونا على اعتبار أنه يمكن يكون تأثر يمكن يكون كذا يعني أنتم ما بتقسرون يزاكم الله خير في الموضوع موضوع الأخير أوقات العمل فأنتوا راعيتوا المسألة هذه وصلتكم الملاحظة وإن شاء الله راعيتوا المسألة هذه وبتحاولون أنه كذلك تبعدون الإزعاج عن الساكنين في المنطقة وتراعون كذلك أوقات راحتهم يزاكم الله خير يزاكم الله خير ما قصرتي أختي ما قصرتي بارك الله فيك شكرا لكم شكرا لكم بارك الله فيك بالعكس أنتم المشكولين يزاكم الله خير المهندسة خولم سلم مدير فرع دائرة التخطيط المساحة في دباء الحصن